معاكم دكتورة رانيا السيدة عبدالعليم السشياء الدكتورالة لكي طبيعي لأمراض المخ والأعصاب وجراحات. هكلمكم النهاردة عن موضوع متشف جدا جدا. بس للأسف المشاكل الكبيرة بتاعته جدا إذا ما تعالجش. مع أن علاجه وسيطه سهلة قوي. هنتلم عن الانزلاق الهضروفي بدون جراحة. سواء كان الانزلاق هضروفي عنقي أو قضاني. سوف نتحدث عن شوهات العمود الفقري لكي تحضررها كخصوصا عند المراهقين والمراهضات. سوف نتحدث عن الانزلاق الهضروفي. يعني الانزلاق الهضروفي بين الفقرات في حاجة اسمها الهضروف. دي داخل جوا الحاجة الهضروف، داخل متعاملة عاملة زي الجيل. تمام؟ لما الانزلاق الهضروفي ده درجات. يأما بيحصل بلش يعني زي بيبوز اللي هو الجيلاتين بيطع بره شوئا، يأما بيطلع حب اكتر، يأما بيتقطع الديسكا فاوس. احنا ايه الهدف؟ من انه انا شفت ناس في المزلوك البدروحي العنوكي وصلوا ان الموضوع اثر عندهم على الانتزام، اثر عندهم على التنميل ووجع في الادين، اثر عندهم مفاحجات كثيرة جدا. اثر فيه ناس بتقولي انا اسعاد بيبقى الانزراق البدروفي دايس قداني يقولي انا مخموة انا مش عارفة ابلع. متخيل انزراق الصداع خصوصا خصوصا اكسرية تاريكت اللي هو الاكسرية يعني مسك الدماغ من ورا. بيعن الصداع من ورا. تكون الاسباب دي تبقى بسبب انزراق البدروفي العنوكي. انزراق البدروفي القطني من اشهر حاجاته اخذونا واخد الفقرة الرابعة والخمسة والعجازين البولة بيبقى عندنا مشكلة حاجة اسمها عرق النصر. يعني ايه عرق النصر؟ يعني واجع واخد الرجل من فوق من عند الدخل جم ونازل لحد تحت خالص. خالص واجع لحد واخد لحد السمان المتحت. ده معنى عرق النصر. فيه حاجة اسمها ساكرو إليارتس. الساكرو إليارتس يعني الجزء اللي ماسك في الاخر جزء في العمود الفقري اللي ماسك العمود الفقري بالخوض من الجنبين. ده الاتهاب فيه فزيع بيعمل صعوبة شديدة في الحرقة واجعة بنسحة من نوم كأننا متجبسين. يعني اللي عرفته وقتي ولا عرفته صالبي ولا عرفته فتوضى. كأنك متجبس. ده الساكرو إليارتس أو التهاب المسطر اللي ماسك الضهر بالخوض. اللي هو بيبقى اخر جزء في الضهر. فيه حاجة اسمها التهاب في العظم اللي هي بنسميها بالعربي العصوص. الكوكسي دي ما دي. ده بيبقى انتهاء في العظمى دي. دي برضو من الحاجات اللي بتسبب ألان مضرها. منضمن المشاكل اللي احنا قولنا ننتلم معيها. اتواء العمود الفقري. يعني هي اتواء العمود الفقري اللي هي بنسميها اسكليوسيس. وده لي شكلين في الأشعر. يا إما بيبقس شير. يا إما بيبقسي شير. طبعا كل حاجة من دي ليها طريقة علاج مختلفة. ولا يمن هنصحك كل ما نبتدي بدري كل ما من الليش اصار جنبية كبيرة. اهم حاجة في الحالات اللي المزلق البطوحي ايا كان في المرحلة بتاعته ان احنا بنعمل حاجة اسمها شرط فقرات بالكمبيوتر. يعني هنعرض لكم في هذا الشرط الفقرات وهنوريكم التأثير بتاعه عامل الزي. شرط الفقرات في الكمبيوتر ده اللي هيس بيعمل اي بيبقى كمبيوترائزة تاني من ورا بتدخل الكيمة المناسبة بنحسب حسبة معينة. لو لو عندي او 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 لو قطلي بنحسب حسبة معينة. احنا بنحفزنها كتخصص مخ وامصة. وبنبدأ نشكل الفقرات بنبعد بحيث من الدسك حتى لو ما دخلش قوة خالص بنشيل الضغط بتاعه من على الجزور العصبية. ودي بتبقى اهم حاجة في مرحلة العيان. مع طبعا احنا بنعالج عن طريق الاجهزة اللي موجودة الموجودة السلطية والاجهزة الاخرى بنعالج العضلات اللي فيها تيبس من خطر الالتهاب اللي حاصل في المكان. مع اجهزة مضادة للالتهاب. مع اجهزة عشان الالم فبتنتهي المشكلة. بس بنزود لما يكون فيه مشكلة فيه حاجة عندنا اسمها يعني ايه بس بنزود لما يكون الدورة الدموية اللي بدل اللي بتغذي اللي مشي من من الرقبة للمخ فيها مشكلة بنزود على على الجامسة دي في الرقبة بنزود عليها جهاز امريكي بزود الدورة الدموية اللي بتغذي اللي وصلة للمخ لو الدنيا مش محتاجة تدخل جراحي لو احنا نحن بنضاف الاول ومش محتاجين نوسع الشريان ده بنزود الدورة الدموية ما فيه حالات كتيرة تعالجت عندي والحمد للدورة الدموية بتكويسة جدا. الرايحة للمخ. لما بيكون فيه العصب بتاع عرق النصر في الرجلين اللي انا قلت لكم الوضع بتاعه بيلاواخد الرجلين كلها. بنزود على شرد الفقرات بالكمبيوتر علاج للعصب نفسه. عن طريق جهاز بيساعد على التأامل العصب. ده جهاز ايطالي وجهاز امريكي بيتزود الدورة الدموية بتاعة العصب. ده لما يكون عندنا عرق النصر او الواجع اللي بتاواخد الرجل كلها من الوضع. ده بنزوده على الجلسة اللي احنا قلناها. نيجي بقى لعلام الانتهاب المفصل اللي ماسك الضهر بالخور. ده هنا بقى بنتدخل بالحقنا الايواني. ده مع الجلسة اللي احنا قلناها بس بنشير شد الفقرات بالكمبيوتر ترى ما هو نحيش نزلوك وضروفي. وبنعمل حاجة مضادة للانتهاب في الانتهاب المفصل ده لانه هو مفصل زي الايواني المفصل. طبعا بيفرق وبيجيب نتائج كويسة مع الجهاز الميني اسمه سماكين. ده يعني مسؤول انه هو بيحفز التقام الاعصاب وبيحفز الالتقام ده بيحفز انه القلم يقل. وبيعمل سيديشن كويس تسكين للقلم في المكان ده. ده لو عندنا اللي هو الانتهاب بتاع مفصل الظهر. ندخل اللي هو ماسك الظهر بالخوض. آآ بنزود لو في الانتهاب في العصوص بنزود عليها الانتهاب بتاع العصوص لابا اللي هي العظمة الاخر عظمة في العمود الفقري. بنزود عليها الليزر لازم التامي الليزر في المكان ده لان ممكن نتائج هالة على الجلسة دي. صبعا اتي برد ما بقاش فيها عشان تفقراتكم بيوتر. يبقى زي ما احنا شاكلين يا جماعة كل مشكلة الظهرة في الرائبة لها علاج مختلف. يعني لما بنروح هنا. مش كده ما بيجيه اعرفكم بنفسي دايما بقول لكم معكم دكتورة رانيسة دكتورال على كتب الامراضي ماخر عصب. بعرفكم ان ده تخصوصي. واحدة فيه ماجستير ودكتورالي. انه زي ما انتم شايفين كل مرض ليه طريق معينة وليه جهاز معينة. الجهاز ده ينفع هنا وما ينفعش هنا. الفضل ليما نتكلم على التوائر عمود الفقري. ده بيبقى عليه عن طريق الجلسات. بنعمل فيها بيبقى عنده عضلات قصيرة فبنعمل فيها اطالة للعضلات القصيرة. وتأويل العضلات الضعيفة. وتقويم للعمود الفقري في شكل معين. عن طريق الهزة وتمانين بتتعمل بشكل معين. عشان نلحق نعالج الحالة. لانه طبعا التوائر العمود الفقري يعني بيعرضنا لمنظر الحوض بيبقى. الحوض مش هو مستوى الحوض. والكتف مش هو مستوى الكتف. والعضمة بتاعته اللي هو مش هو مستوى. فالموضوع ساعد بيبقى ويبقى الشكل يبين كمان من بره. فقالت منسيبش اولادنا يوصلوا للمرحلة كذلك. بحبكم جدا. وتمانياتي لكم بشكل عائل لكم.